اشتركوا في القناة هما طبعا في دروسا سابقة واخذنا مسائل كثيرة واليوم ان شاء الله سوف نذكر بهما طبعا عزائي الطلاب لدينا نوعين من الربط وهما الربط على التوالي والربط على التوازي التوالي يعرف بانه التساثر والتوازي يعرف بانه التفرع ولكن قبل ذلك نقوم بمراجعة ما اخذناه في المراجعة السابقة طبعا ما تم مراجعته وعزائي الطلاب كان كالتالي وهو قانون أم المقاومة تساوي فرق الجهد مقسوم على شدة التيار المقاومة طبعا واحدتها أوم فرق جهد واحدته الفولت التيار واحدته الأمبير طبعا عرفنا ايضا الأوم وهو عبارة عن فرق جهد مقداره واحد فولت خلال تيار يمر مقداره واحد أمبير ايضا بالنسبة الى قياس المقاومة يمكن ان نقيس اي مقاومة ولكن يجب ان لا تكون موصولة وذلك بجهاز الأوميتر ايضا تم اخذ العوامل مؤثر على المقاومة وكانوا هما هم أربع عوامل درجة الحرارة قلنا بأنه يوجد لدي مواد ترتفع مقاومتها مع ارتفاع درجة الحرارة مثال عليها النحاس ايضا يوجد لدي مواد تبقى ثابتة مع ثبات درجة الحرارة كالمنكانين ايضا يوجد لدي مواد تقل مقاومتها مع ارتفاع درجة الحرارة ايضا يوجد لدي العامل الثاني وهو طول الموصل طول الموصل طبعا قلنا بأنه عند ازدياد طول الموصل تزداد المقاومة أيضا يوجد لدي المساحة عند ازدياد المساحة يكون تناسبها عكسي مع المقاومة وبالتالي المقاومة يتقل أيضا يوجد لدي الأربعة الخيار الرابع أو العامل الرابع نوع المادة المقاومة الكهربائية خاصة فيزيائية طبعا تكلمنا عنها كثيرا بالنسبة لنوع المادة تختلف أيضا مقاومته حسب نوع المادة يعني لو كان لدي فضة أو حديد أو نحاس تختلف حسب نوعها ونحن ذكرنا هنا مثال بأن الفضة مقاومته أقل من الحديد أي أن الفضة نقله أحسن من الحديد وبالتالي الحديد تكون مقاومته أعلى من الفضة وبالتالي استنتجنا بأن أرتدنا سترديا مع طول المواصل وعكسا مع مساحة مقطعه ربط المقاومات وصلنا إليه سوف نتكلم عنه اليوم إن شاء الله بالنسبة لربط المقاومات سوف نبدأ إن شاء الله بالربط على التوالي قلنا للتمييز بين الربطين نبدأ بالبطارية نتتبع السلك من أي قطب إن كان موجب لسالة في حال يوجد تفرع لدي وبالتالي هذا يصبح وصل توازي أما في حال بقي السلك كما هو حتى الوصول للقطب المقابل فهذا يعني بأن هذا الوصول سوف يكون توالي بالنسبة للوصل على التساسل كما قلنا بهذا الشكل يعني كلا المقاومتين على وصل على سلك واحد طبعا هذا هو شكلهما الحقيقي طبعا بالنسبة للقوانين الوصل على التوالي يجب أن ننتبه إليهما ولكن نقرأ قليلا هنا يوضح الشكل 31 هذا الشكل مقاومان كهربائية مقاومتين R1 R2 مربوطتين على التوالي مع بعضهما بيوفر هذا النوع من الربط مسربا واحدا لإنسياب التيار الكهربائي في الدائرة أي يجب أن ننتبه إلى أن هذا الوصول عزائي الطلاب يكون فيه شدة التيار متساوية في جميع أنحاء الدارة وهذا أيضا ما ركزنا عليه عند مراجعة الأميتر قلنا بأن الأميتر هو جهاز يقي شدة التيار الكهربائي ويجب أن يكون وصله على التسلسل أي على التوالي لأن قيمة التيار تكون متساوية في جميع أنحاء الدارة أي أن شدة التيار الكل في الدائرة الكهربائية هي نفسها شدة التيار في المقاومة الأولى هي نفسها في المقاومة الثانية ولو وجد لدي مقاومة ثالثة فهي نفسها أيضا أما بالنسبة للجهد الكهربائي فهنا يكون الجهد تراكمي يعني الجهد الأول مضاف له الجهد الثاني مضاف له الجهد الثالث يعني لو كان مع ازدياد عدد المقاومات يزداد لدي الجهد وهذه مسألة مهمة وهي سلبية بنفس الوقت بالنسبة لهذا الوصل أي أن V total يعني V الكل يعطي V1 زاد V2 الآن إلى حد الآن أخذنا قانون من قوانين الربط على التسلسل أو على التوالي التيار يكون متساوي في جمعان حق الدارة بالنسبة للجهد يكون تراكمي بشكل تجميعي طبعا لا ننسى استخدام قانون أم الأساسي هنا لو طبعا عدلنا عليه بالوسطين بالطرفين سوف يكون لدي V تساوي I ضرب R وهذا الكلام أيضا تكلمنا عنه كثيرا أيضا يمكن استخدام هذا القانون عزيزي الطالب بشكل جزئي وبشكل كلي يعني هذا القانون يتم استخدامه في حال عوضنا القيم الكلية مثلا V كلي I كلي R كلي أو عوضنا شيء جزئي يعني مثلا المقاومة الأولى إذن R واحد وبالتالي التيار الأول I واحد وبالتالي الجهد الأول V واحد يعني حسب المطلوب في المسألة بالنسبة للمقاومات هنا تكون المقاومات تجميعية تراكمية أي أن المقاومة الكلية تساوي المقاومة الأولى مضاف لها الثانية وفي حال وجود الثالثة والرابع أيضا بنفس الترتيب إذن يمكن مراجعة هذا الكلام بشكل سريع التيار يكون متساوي في جميع أنحاء الدارة أو الدائرة الكهربائية بالنسبة للجهد يكون بجمع فروق الجهد بالنسبة للتيار عفوا ليس التيار بالنسبة للمقاومة تكون أيضا بجمع المقاومات الآن ننتقل إلى الرابط الثاني هنا الربط الثاني وهو ربط المقاومات على التوازي طبعا يمكن أن تكتب بجانبه ربط منزلي أي وصل المقاومات بالنسبة للمنزل يكون على التوازي طبعا قلنا بأن الوصل المنزلي يكون على التوازي وذلك بسبب أن الجهد يكون متساوي في جميع أنحاء الدارة وبالتالي الجهد لا يكون تراكمي أي لا يزداد الجهد وأيضا التيار يكون بشكل منفصل أي عند وجود عطل في أحد الغرف هنا يمكن أن تتعطى الغرفة وبنفس الوقت الغرف الأخرى تبقى كما هي أما في الوصل على التوالي سوف يكون لدي عطل عام في الدائرة الكهربائية أي في الدارة المنزلية لذلك أنوه دائما إلى هذه النقطة عزيزي الطالب بأن التوازي اكتب بجانبه بأنه الوصل المنزلي يجب أن ننتبه إليه بالنسبة للوصل المنزلي هنا أو التوازي كما قلنا فرق الجهد أو الجهد يكون متساوي في جميع أنحاء الدارة أي أن الجهد الكلي هو نفسه الأول وهو نفسه الثاني ولو أضفنا مقاومة ثالثة سوف يكون نفس القيمة أي هذا يعني بأن الجهد هنا ثابت وهذه نقطة مهمة جدا تميز الوصل على التوازي أما بالنسبة لشدة التيار فأنا هنا أحصل على كمية التيار أكبر يعني التيار الأول مضاف له الثاني مضاف له الثالث سوف يعطوني كميات التيار أكبر وجهد أقل لذلك يتميز بأنه وصل المنزلي أيضا يمكن أن نستخدم القانون الأساسي بالتعديل وسطين بالطرفين A يساوي V على R وهو قانون OM وبالتالي أيضا يمكن أن نعطي قانون هذا للمقاومة المكافئة 1 على R مكافئ يعني المقاومة الكلية تساوي مقلوب الأولى زائد مقلوب الثانية إذن المقاومات يجب أن ننتبه إليهما طيب يمكن أن نضيف معلومة عزيزي الطالب بأنه عند وجود متسعات ماذا تعني كلمة متسعة وهي إن شاء الله سوف تأخذونها في صف البكالوريا العراقي المتسعة وهي مكثفة أي هي جهاز يعمل على تجميع الشحنة الكهربائية واستخدامها في وقت الحاجة طيب المتسعة يمكن أيضا وصلها على التولي وعلى التوازي ولكن يكون قوانينها بشكل معاكس للمقاومات طبعا يرمز للمتسعة بـ C أو المكسفة يرمز لها C طيب هنا المقاومات مجموع المقالب أما بالنسبة للمتسعة لو كان يوجد هنا لديها متسعة فستكون مجموع عادي يعني التوالي سوف يصبح توازي والتوازي يصبح توالي أما بالنسبة للتوالي هنا سوف يكون كما قلنا المقاومات مجموعها أما المتسعات سوف تكون مجموع المقالب أعيد هذه النقطة التوالي يصبح توازي والتوازي يصبح توالي في حال وجود متسعات أي مكثفات طبعا هذا بالنسبة للوصل على التوازي أيضا ربط المصابيح الكهربائية على التوازي هذا هنا نشاط مقارنة بين ربط المصابيح الكهربائية على التوالي مع ربطها على التوازي هذا يمكن أن يعطينا الفهم بشكل كامل بالنسبة لهذه النقاط مما زايا طريقة الرابط على التوالي هو عند عطب تلف أو رفع أحد المصابيح فأن جميع المصابيح الأخرى المربوطة معه على التوالي تنطفئ هذه ميزة وسلبية بنفس الوقت كما قلنا سابقا بأن الوصل منزلي لا يمكن استخدام هذا الوصل وذلك كما قلنا بأنه عند حدوث عطل يعني أنظر هنا عزيزي الطالب يوجد لدي صورتان في الصورة الأولى A يوجد لدي أربع مصابيح متوهجة أما في الصورة B أحد المصابيح قد حصل لديه عطل وبالتالي المصابيح الأخرى كلها توقفت عن العمل هذه تعتبر سلبية بالنسبة للوصل المنزلي كما قلنا نكمل هنا لا تتوهج وسبب ذلك هو في طريقة الربط التوالي حيث ينسى بالتيار نفسه من مصباح إلى آخر أي يوجد مسرب واحد لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية هذا عطل وأيضا يمكن أن يتينا سؤال علل في الامتحان يجب أن ننتبه إلى هذه النقطة طيب علل ماذا أكتب يا أستاذ يمكن أن تكتب يوجد لدي مسرب واحد لحركة الشحنات الكهربائية خلال الدائرة الكهربائية يجب أن ننتبه إليها الآن بالنسبة لمزايا ربط المصابيح على التوازي كما قلنا بأنه الوصل المنزلي من الصور يجب أن ننتبه إلى هنا عزيزي الطالب الصورة الأولى أربع أصابيح مضاءة وكما قلنا التوازي يحدث لدي تفرع في السلك أربع مصابيح مضاءة حد ساعة أطل لأحد المصابيح بقيت المصابيح الأخرى مشتعلة كما قلنا بأن هذه مهمة يعني يمكن لو حصل لدي في المنزل العطل في أحد الغرف أن يتم عزل هذه الغرفة وتبقى بقيت الغرف تعمل بشكل طبيعي نقرأ هنا عنده عنده عطب أو تلف طبعا أو رفع أحد المصابيح أحد المصابيح فإن جميع المصابيح الأخرى المربوطة معه على التوازي تبقى متوهجة لأنه يتوقف انسياب التيار الكهربائي فقط في فرع المصباح الذي تم العطل به طبعا وسبب ذلك أن جميع المصابيح متصلة مباشرة مع مصدر الفولطية أي توجد عدة مسارب لحركات الشحنات يعني هنا كل مصابيح متصل بشكل مباشر مع البطارية أو مع مصدر التيار أما هنا المصابيح كلها متصلة بنفس المصدر للتيار هذه هي ميزات وصل التوازي ووصل التوالي لذا فإن معظم الدواء الكهربائية تستعمل فيها طريقة ربط الأجهزة الكهربائية على التوازي وجميع الأجهزة الكهربائية المنزلية تربط بطريقة ربط على التوازي مثال في الشكل المجاور سلاس مقاومات R1, R2, R3, 6, 9, 8 والمقاومة المكافئة لها مربوطة عبر فرق جهة كهربائي مقداره 18 فولت أحسب طبعا هذا هو المثال طبعا لو مررنا هكذا في السلك سوف نلاحظ بأنه يوجد تفرع للسلك في سلاس فروع هكذا وبالتالي هذا تفرع أي التوازي مقدار المقاومة المكافئة حسب قانون المقاومة المكافئة للتوازي فأن المقاومة المكافئة مقلوبها يسوي مجموع مقاليب المقاومات أي 1 على R مكافئة يسوي 1 على R1 زائد 1 على R2 زائد 1 على R3 يعني 1 على 6 زائد 1 على 9 زائد 1 على 18 وهي المقاومات المذكورة في الأعلى طبعا بتوحيد المقامات على 18 التسعة هنا تضرب ب2 الستة تضرب ب3 وبالتالي سوف يصبح المقام الموحد وهو 18 ثلاثة زائد 2 زائد 1 سوف يطيني 6 طبعا إلى هنا سوف يطيني كسر 8 على 6 هذا الكلام غير نهائي عزيزي الطالب هذا الكلام يحتاج إلى قلب نقلب الطرفين لأننا هنا حسبنا مقلوب المقاومة المكافئة وليس المقاومة تمام وبالتالي عند قلب الطرفين سوف يطيني 18 مقسومة على 6 وبالتالي الإجابة 3 أم إذن المقاومة الكلية للكل سوف تكون 3 أم طيب لو لاحظنا هنا 3 أم أما كل مقاومة هنا كانت أكبر من المكافئة وبالتالي يمكن أن يسجل ملاحظة مهمة عزيزي الطالب هنا بأن في الوصل على التوازي المقاومة المكافئة تكون أقل من كل مقاومة على حدة أما في الوصل على التوالي تكون المقاومة المكافئة أكبر من كل مقاومة على حدة الطلب الثاني التيار المنساف في كل مقاومة بما أن المقاومات مربوطة على التوازي V total يسوي V1 يسوي V2 يسوي V3 وهو 18 أي أن فرق الجهد الأساسي هو نفسه في جميع أنحاء الدارة الطلب الثالث التيار الكلي المنساف في الدائرة يحتاج إلى التيار الكلي قبل ذلك نحتاج إلى حساب التيارات الفرعية لو تطرقنا إلى القانون الأساسي قانون OM وعدلنا عليه سوف يكون لدي I يسوي V على R هذا القانون يمكن تطبيقه بشكل جزئي أي على كل مقاومة فرعية يعني I1 V1 على R1 ولكن V1 هو نفسه V الكلي وبالتالي 18 مقسومة على 6 صفائطين 3 أمبير أي أن التيار الأول هو 3 بنفس الطريقة تماما I2 تسوي V2 على R2 يعني V2 18 مقسومة على 92 أمبير أيضا I3 سوف يعطيني 1 أمبير طبعا ما جميع هذه التيارات الكلية هنا سوف يعطيني 6 أمبير وهو التيار الكلي هذه طريقة أولى أما بالنسبة للطريقة الثانية فيمكن كما قلنا من القانون الأساسي هنا لو وجد لدي الكلي وهنا وجد لدي الكلي سوف أعود مباشرة وتعطيني كما هو ذكر هنا Or Or يعني أو I total يمكن تعويض V فتحة على R مكافئة يعني 18 مقسومة على 3 صفائطين 6 مباشرة عزيزي الطالب أنت مخير في كلا الطريقتين وكلاهما تعطي الإجابة بشكل صحيح طبعا إلى هنا إن شاء الله ننتهي من مراجعتنا إلى الوصل على التوالي والوصل على التوازي نرجو أن نلقاكم إن شاء الله في دروس قادمة تحياتي لكم عزيزي الطلبات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته